أهلاً وسهلاً بكم بخلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية في تطور دراماتيكياً لاحظ الجميع أن نيتنياهو عندما تحدث عن إيران تحدث عن تطويرها لصاروخ عابر للقارات هذه مسألة أولى ورئيسة وأن كل العملية الأمريكية التي تسطرت عبر إسرائيل قصفت على وجه التحديد أو أرادت الوصول إلى ضرب لوجستيات الصواريخ العابرة للقارات هذا هو الشيء المستتر في كل هذه العملية التي كشفها نيتنياهو وكان الرد مباشرة بأن مثل هذه الخطوة ستستدعي رداً كان هذا أمراً مفهوماً في هذه النقطة وأخطر من كل هذا فإن نشر القوات الإيرانية خارج إيران أصبحت مطروحة الآن بشكل مباشر إذن النقطة الثانية هامة للغاية لكن الصدمة الأكبر عندما يتحدث الروس الآن عن أيضاً مثل هذه الخطوة عبر الكوريين الشماليين وقد طلبت كوريا الشمالية أن تقاتل في سوريا ضد القوات الأمريكية مباشرةً ما سمي بالانتشار في البحرين يعني أن يكون هناك انتشار ومستشارين مع القوات في الجبهة التي هي الآن محتلة هذه الأراضي المحتلة من طرف أوكرانيا في الأراضي الخالصة لروسيا لا نتحدث الآن إلا عن كورسك إذن المشاركة المباشرة لكل من كوريا وإيران في تخليص روسيا من أوكرانيا في كورسك أصبح أمراً وارداً أيضاً بالنسبة للطلب الذي يمكن أن يقدمه الآن بشار الأسد ولديه علاقات مع كوريا الشمالية وأيضاً لديه تعاون سابق على الصعيد الصاروخي قبل إيران مهم جداً في هذه النقطة أن كوريا الشمالية تقترح في ورقة مباشرة عبر وزارة دفاعها عن دائرة الانتشار في كارسك وفي الدفاع عن سوريا المحتلة من الولايات المتحدة الأمريكية إذن هذه الوضعية اليوم وضعية دقيقة تدفع مباشرة إلى أمر آخر إمكانية خروج قوات إيرانية للعمل مباشرة في حال احتلالات كالتي تحدث الآن في جنوب الهنين أو تحدث أيضاً في الجولان السورية ومن خلال سوريا أيضاً هناك احتلال أمريكي فالاحتلال في السورية احتلال إسرائيلي في الجولان وضد أمريكا وهذا الاقتراح الذي كان من وزارة الدفاع الكورية كورقة دفعت إلى تهديد مباشر أمريكي هذه المرة باستخدام نووي في كوريا الشمالية وذلك لحماية كوريا الجنوبية ومجرد هذا التهديد انظروا أمامكم إلى منشاتها في أبروف فإن اليوم نحن على عتبة الاستخدام النووي وهذا الذي يخيفه بشكل واضح للجميع فإما أن تراب يمكن أن تكون ضرب نووية مباشرة والآن بايدن يهدد بضرب كوريا الشمالية بالنووي وهذا النووي هو الذي يرسم عند هذه المنطقة كلها يعني اليابان كوريا الجنوبية الشرق الأوسط لديه صعوبة كبيرة للغاية لأننا نتحدث عن نفط ونتحدث عن مصدر استراتيجي بالنسبة لأمريكا واضطراب سوق النفط هو الذي منع المساس بالنووي وهذه لأول مرة تحدث اليوم لماذا الأمريكي لا يرغب في تحريك النووي في هذه المنطقة الشرق الأوسط ويقبل بتحريكها ضد كوريا الشمالية لأن كوريا الشمالية ليس منها النفط لكن بالنسبة للشرق الأوسط فتحميه على وجهة تحديد مادة النفط الاستراتيجية والتي يرتبط الدولار بها إلى حد الآن ويمكن أن يرتبط بالغاز وفي كل الأحوال فكر ارتباط من البيترودولار إلى البيترغاز وكله في الشرق الأوسط يعني البحر الأبيض المتوسط وأيضا قطر وهكذا فالغاز أيضا من نفس هذه المنطقة لذلك فالمساس بهذا المصدر هو الصعب كوريا الشمالية مهددة باستخدام النووي بعد أن قررت إرسال عشرة آلاف والآن فيه ألفين في كورسك وتدافع عن المشروعية القانونية وشرعية الدول في إبعاد الأوكرانيين من كورسك في هذه الحالة على وجه دقيق سنرى أن أيضا كوريا الشمالية تطرح اقتراحا أخطر ليس في كورسك وليس في الجولان وليس في طرد الأمريكيين من سوريا وإنما أيضا فيه أي شعب هو إلى جانب العالم الجديد في نظرها على الأقل أن يقوده الصينيون والروس ولديه احتلال لأرض هذا يعني أن الكوريين الشماليين قد يحرروا غزة لأنها أراضي محتلة طبقا للقانون الدولي 242338 وأيضا بالنسبة يليل جولان المحتلة من 739 ألف وباقي الأراضي اللبنانية هذا سؤال محوري بالنسبة لوضع القوة الجديدة ضمن القانون الدولي يعني أن يكون العالم الجديد ليس أكثر وهذا الذي يذهب معه أيضا الصيني أن العالم يجب أن يطبق القانون لا أكثر من القانون الكل يعود إلى القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة ولكن بدون أدنى تلاعب لتمرير المصالح الجيوسياسية عبر خرق القانون الدولي إذن هذه الوضعية اليوم وضعية استثنائية بجميع المقاييس لأن روسيا ماذا تفعل الآن؟ أنها تقوم حاليا بمحاولة إنهاء معركة دونباس وأن يبقى كورسك كمرجعية وشرعية لأن يكون جبهة يشارك فيها لجميع من أجل إحقاق الشرعية الدولية أما بالنسبة لأوكرانيا فهي لا تعود إلى أبو تسعمية وخمسة واربعين العودة من نظامي من خارج ما بعد الحرب الباردة إلى عالم أبو تسعمية وخمسة واربعين وبالتالي إلى الوضعية التي أنشأت إسرائيل وأنشأت أيضا الدولة العربية في نفس الأرض بمعنى قرار التقسيم لواحد ثمانية واحد هذا كله يكشف إلى أبعد مدى أننا دخلنا في مرحلة زلزالية للقانون وأيضا لآخر ما يريده الأمريكي عبر مذهب القوة الذي استخدم في الشرق الأوسط ضد أراضي المحتلة غزة وأيضا ضد جنوب لبنان وكل هذا أمامنا أيضا ضم للجولان هذا الضم أو جميع القرارات المتعلقة الآن بإلحاق دول هي التي دفعت إلى مثل هذه الصورة لسبب بسيط جدا قد يقود الروس اليوم ضم أراضي لأن ترامب أعطى أراضي أيضا وأراد صفقة القرن في الشرق الأوسط وأغلبها ضم أراضي وآمن بضم القدس إلى إسرائيل وأيضا جولان إلى إسرائيل إذن ضم الأراضي كمبدأ جيوسياسيا حدده الأمريكي والآن يغوص في صعوباته هذا هو التفصيل الشديد الذي يمكن أن يقلب العالم مرة أخرى وهذه المرة عبر النووي يريد اليوم الأمريكي أن يدافع عن تغيير الحدود الجيوسياسية حسب مصالحه بعيدا عن القانون الدولي والأمم المتحدة وخرائط الدول وأيضا الضم بما لا يجوز وأمام قرارات دولية كحالة مثلا القضية الفلسطينية التي أعادت الأمر مباشرة في الرأي القانوني إلى قرار التقسيم قرار أعطى الشرعية لإسرائيل كما قال ماكرون بالحرف وأيضا أعطى للدولة الفلسطينية الحق في نفس الشرعية هذا كله أعطى أوتوماتيكيا لعبة استخدام النووي كما هدد به أوستن وهذا كله يكشف أننا أمام اليوم خطة خطرة للغاية درامية للغاية عندما تطالب كوريا الشمالية أن يكون لها قوات في سوريا من أجل تحريرها وتحرير باقي الدول وهذا يبدأ من قارسك ولا ينتهي في الجولان وقد يذهب إلى أبعد من أجل إحقاق حقوق شرعية بما فيها فرض الوحدة على الجزيرة الكورية إذن أمامنا هذا التصور الخطير للغاية خصوصا وأن إيران اليوم متطرة للرد لأنها استهدفت من طرف الأمريكيين لقدراتها أو على الأقل نية الأمريكيين في هذا القصف باتجاه الصواريخ العابرة للقارة هذا هو الوضع الذي سيدفع أوتوماتيكيا إلى الدفاع في كوريا أو في إيران عن الحق في هذه التكنولوجيا والحق في تصنيع مثل هذه الصواريخ التي قد تهدد بالاستخدام النووي في كوريا الشمالية وأيضا ضد إيران كما كان واضحا بالنسبة لما قاله ترامب قبل أن يتراجع الآن وعلى العموم فبيضا وصل إلى حد أقصى في مثل هذا التقدير الخطير للغاية إنه تحول ضرامي نحو استخدام النووي ضد كوريا الشمالية ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية اليوم دخلت أيضا مرحلة أخرى بنقل قوات إلى مناطق تراها أن الشرعية الدولية تسمح باستخدام القوة من أجل حماية القانون شكرا جزيلا وإلى اللقاء